يا مرحبا فيكم يسعد أوقاتكم إن شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة من العطور السابقة اللي جربتها ودايما يعني بنصح فيها يمكن ما رأوا أطعوا معناه العطرين ولكن راح نحاول شوي يعني نحكي عنهم أكتر لأنه من فترة ما نطوي لو بتعرفوا أنه بأوروبا لازلت الدنيا يعني أشبه بالشتاء من أنه تكون ربيعية ولكن اللي بعد عنده الأوقات يعني بتسمح أنه يستعمل عطور شوي البيس تبعه والقاعدة شوي تبعيتها تقيلة فأنا راح حكي لكم عن عطرين إذا الله راد اليوم من العطور يلي هدا بزمناتي قيمته مع أخوه البرادة دينا أو لوناروسا العادي وهذا البرادة لوناروسا البلاك العطر هذا أصدر عام 2018 بمقدمته البرقوموت وبالقلب حشيشة الملاك والبتشولي وبالقاعدة العنبر والكومرين والمسك هذا العطر جربته تقريبا قبل أربع أو خمسة أيام ولكن ضل استمراريته معي عم شمه يهب بين الفترة والتانية مو أقل من ست ساعات أو سبع ساعات أحد العطور يلي بيتميز بسباتة ولا يقل جمال عن أخوه البرادة دينا لوناروسا يلي هن من نفس الصبيات أو الديناي يماسكين نفس الخط ولكن هذا بتميز يمكن يكون عاطينه النوتة المسكية أو عاطينه مسك أكتر من أجمل العطور لشميته بصراحة وشركة برادة تتميز بالكثير من العطور المتفردة في البعض مننا يمكن واحد أو اثنين يعني ما كثير استهواهن قلبي ولكن هذا من العطور الرائعة الجميلة يلي بيستمر لسبع أو اثمان ساعات بنصح فيه للناس اللي بتحب ديمومة العطر أو لعطور مدة طويلة وأداء جميل ورائحة متفردة أكيد مثل ما كل مرة بنصحكم نتجربوا على جلدكم ليوم أو يومين قبل ما تشتروا العطر واللي ما عنده أو بده يطلب من الانترنت يروح أول شيء لمحلات عطور موجودة عنده بالمنطقة يشم العطر يعطيه تجربة وبعدين يعني يطلب يلي بيسألني عن مواقع الانترنت تعرفوا أنا ما دايما يعني بنصح بمواقع الانترنت لأنه هاي التجربة تجربة يعني فردية وتعتمد أو تأتي على مسؤولية الشخص اللي بده يشتري فأنا ما بحب أنه يعني حط حالي بموضع الناصح لمواقع إلا أنه أنا من خلال تجربتي شو من وين بشتري أحيانا ممكن يكون أو يصدف مثلاً يعني طعم عطر يكون كوبي أو تأليد ولكن بأغلب التجارب يعني ما صار معي الحمد لله رب العالمين أنه طعم عطر يعني كنت مخشوش فيه العطر الثاني اللي هو الباد من شركة ديزل طبعاً اللي بلاحظ يعني الساعة اللي بلبسها بحب كتير البس من شركة ديزل يمكن نوعاً ما متفردة بشكل أو كبر الحجم طبعاً وللمفارقة بزمناتي صارت مشاكل بمنطقة معينة ويعني كنت قلبي الساعة الديزل الزنار طبعاً فوسفوري فأنا ما كنت منتبه كتير من رفقاتي كان يقولون لي يا محمد شلحها هالساعة بقى هاي يعني بالليل بتضوي فإذا فيه قناص أو فيه شي يعني ممكن تكون أنت هدف متحرك أو هدف كتير واضح لقلق وفعلاً شلحت الساعة ولازلت يعني لحد الآن بقتني من ساعة الديزل وهذا أحد العطور الباد ديزل من أو الباد انتنس من ديزل من أحد العطور المميزة يلي كمان يعني نوتاته مانا كتير كومبليكيتد رح حاول رأيكم ياها عطر ثباته لا يقل لا يقل يعني عن عشر ساعات ولكن أرجو ما تخدوها هاي نصيحة بالشراء بقدر ما تخدوها للإستئناس وطبعاً أنتوا دايماً يعني أصحاب خبرة وأتمنى منكم دوماً تضعوا تجاربكم تحت بالتعليقات للأخوة يلي بحبوا يستأنسوا بالعطور السابتة يلي يلي أنتوا جربتوها وإلى أداء يعني قوي ويعني وحش متل ما بنقول العطر بالالفين وسبعتاش تم إنتاجه مقدمته البرجوموت والقرفة بيوصفوه بالوصف التجاري أو يعني الأعلانات التجارية أنه عطر شهواني كمان فيه بالنوتات اللي فاجأني الكافيار قليل طبعاً لحتاً يعني بالعطور أنه ندخل نوتة الكافيار أو أكورد الكافيار ولكن يعني أنا أبعرف ليش أعلن عنه حسيتها تجارية أكتر يعني بيروحوا فيه للناحية الجنسية وبنعرف الكافيار يعني أنه دايماً بينصحوا فيه للنواحي الجنسية يمكن يكون هذا يعني شي تجاري أكتر من أنه هو حقيقي بهذا العطر لأنه بصراحة ما شميت والأخشاب والتبغ الأبيض يعني التبغ الأبيض أنا من الناس المدخمين ولازلت بصراحة ما ما بعرف يعني شو هو التبغ الأبيض ممكن نقول تبغ أخضر أوكي ممكن نقول تبغ يعني جاهز ومجاهزينه وغسطينه ومساوينه كمان أوكي بس تبغ الأبيض ما سمعت عنه لذلك يعني بعتبر أنه الوصف التجاري لهذا العطر مبالغ فيه وربما يكون يعني وهمي إلا أنه هو من العطور لأداءة رائع جداً وقوي واللي بتروح إذا بدنا إذا بدنا يعني نميّلها لخط معين فهي رح تروح للفرزاتشي إروس وما شابه ذلك يعني التابلي مع القورماند هيك هذا العطر وصعره ممكن يتراوح بحدود الستين دولار لهاي الإزازة ما بعرف إن كان خمسة وسبعين مليه وهيك كانوا معنا العطرين اليوم أتمنى تستعملوا عطركم بالهنة ما تنسوا لو سمحتوا تحطونا تجاربكم وخبراتكم بموضوع العطور السابتة هول كانوا عطرين مع محبتي لألكم وتلبسوا عطركم دايماً بالهنة كنوا بخير بمعلى الله